مساء الخير أغلب مشاكل الرجالة مع الستات إن الراجل لما يلاقي خطبته أو مراته بوزهر شبرين ويسألها مالك تفضل تقوله ماليش مفيش مع إن عندها كلام كتير جوا وبعد ما يسألها خمس تلاف مرة ويحلفها بحياة الغليل العايشين منهم والميتين تقوله في الآخر ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك أصل الاهتمام ما بيتطلبش ودي نفس مشكلة سارة بطل القصة حقيقة النهاردة اللي أزمتها مع الاهتمام خلتها تعيش أكتر من قصة حب كل قصة فيهم حصلت فيها تفاصيل مختلفة كلهم عكس بعض لدرجة إن سارة احترط في نفسها وفي الرجالة ما بقيتش عارفة فين الصح وفين الغلط طب إيه التفاصيل بقى اللي حصلت كلها عكس بعض وإزاي اللي اهتمام ده خلها تعيش أكتر من قصة حب وما فيش فايد وهل دي مشكلة سارة لوحدها ولا مشكلة ببنات كتير تعالوا نشوف سارة بعتت لنا تقول لنا إيه ونحاول نفهم قصتها من الأول اسمي سارة وعندي 28 سنة اتخطبت في حياتي تلت مرات اتنين منهم اتفركشوا والتالتة مهددة إنها تتفسخ عشان كده أنا ببعث لكم مشكلتي مشكلتي إن أنا مش عارفة إذا كنتوا بتؤمنوا بالأبراج ولا لأ بس أنا بؤمن بيها جدا على أقل من ناحية الصفات والطباعة وأنا من موليد برج الميزان يعني البرج اللي لازم الكفتين فيه يكونوا متساويين وعلى قد ما بتدي من حب وجدعانة واهتمام لازم تاخد زي ما ديته زيادة بس خطيبي الأولاني اللي اتخطبت له وأنا عندي 19 سنة ما كانش كده خالص كان واخد على إنه ياخده بس أنا اللي بفتكر عيد ميلاده وعيد ميلاد مامته واخواته واجيب لكل واحد فيهم هدية لكن هو هو ما كانش بيركز في الحاجات دي خالص ما كانش بخيل وكان بيجيب لي هدايا أنا وماما يمكن كمان هدايا أغلى من اللي أنا كنت بجيبها بس هو كان بيعمل كده في المطلق على طول يعني يجيب هدايا وخلاص من غير ما يركز بقى في الأيام والمناسبات والتفاصيل مفيش مثلا كارتة عليك المتين مميزين أو يعملي مفاجأة أو يعدي علي بالعربية مثلا وياخدني ياخدني مكان ألاقي في زينة وصحابي وسيربرايز بارتي يقولي في كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي بمناسبة عيد ميلادك مكانش عنده المسألة دي خالص ولما كنت أقوله فيها إيه؟ فيها إيه؟ لو خليت الهدايا اللي بتجيبها دي مرتبطة بالمناسبات والأعياد عشان حتى يبقى ليها طعم مميز كان يرد يقول لي إيه؟ هو أنا فاكر أنا كلت أمبرح أهم حاجة أني بحبك وعلاقتنا كويسة لكن مش أنا الراجل اللي يحفظ تواريخ ويعمل مفاجآت والجودة مليش أنا في النحناحة ما بعرفش أعمل كده وكانت النتيجة أني كنت دايما لو يبوزي يمكن يحس على دمه ويفهم أنا متضايقة ليه؟ لكن هو قوة الملاحظة عنده كانت رايحة في داهية لو ما كنتش أجبها له صريحة وأقوله أنا متضايقة من كذا وكذا كان مستحيل يفهم من نفسه لحد ما في مرة انفجر فيه وقال لي أنت كرهتيني في نفسي وفي الخطوبة والجواز وجنس البنات كله أنا ولا كأني مرتبط بعيلة صغيرة كل شوية نكد وزعل وتركيز في أداء التفاصيل مع أني بعمل عشانك اللي ما فيش بنت تحلم به دي عيشة أتأثر العمر أسكت أنا بقى عالكلمتين دول وفضل أشيل وانكت في نفسي لحد ما يحصل لي حاجة أو يطق لي عرق لا والنبي ما تيجي والنبي ما تيجي يا سالي عنها وأمت فاتحة صوتي وجايبه له القديم والجديد وورا أو ألم وكتب وراي يا سيدك كل أنت نسيت عيد ملادي معرطي ما قلت ليش هابي فالنتينز داي في عيد الحب ولا خركتني في اليوم ده وجبت لي ده بدوب ما قلتش لماما كل سنة وانت طيبة في عيد الأم وما بتقولش أي تعليق لما بلبس فستان جديد مع أني بكون مشتريا مخصوص عشانك وفي المقابل أنا عارفة عنك كل حاجة بأداء التفاصيلها لدرجة أني حفظة أنت بتاخد كم علاقة سكر في الشاي ونوع قهوتك إيه وبعدين ما أنت بتحفظ ليفر بول هيلعب إمتى باليوم والساعة والثانية وصلاح بقى جاب كم جون في الدوري الإنجليزي مجرد ما بنركب العربية ونبدأ نتحرك بيطلع لك قرونة استشعار بتقول لي سمع سمع اللي أنا سمعه وداني وداني لقى تصوت تقطع كده في العربية وحاجات كتير عينك بتلقطها لما تحب تركز لكن تيجي لحد عندي وتعمل فيها أنك عندك زهايمر ونقص تقول لي سنديني يا بنتي أنا أصلي كبرت ومخبة على قدي بعد الخناءة دي كل واحد فينا راح لحاله وقلت له بالسلامة والقلب دعي لك يا بيبي هي نقصة حرق الدم نحنا ماشيين بالعلاج بس ماما ربنا يا سمحة بقى فضلت تعيرني وتقول لي ضيعتي من إيدك شاب ما يتعودش من مغيكت بايزة ابقي وريني بقى هتعواضيز زي يا بايرة وفضلت تسخن كل العيلة عشان يعقلوني ويفهموني أني ما فيما كنتش يعني أزودها وابا أوفر أوي كده ومعملش كده تاني في حياتي اللي جاية عرفت أنهم حاولوا يتدخلوا عشان يصلحوا ما بيني وما بين خطيبي وهو رفض فقلت أحسن برضو هو الخسرون وبعد سنتين اتخطبت تاني لواحد أكبر مني بثمان سنين كان زميلي في الشغل وقلت أحاول أكون هادية كده وتقيلة وافرت بوزي شوية بدل ما كنت بلوي على الفضياء والمليانة وما جدبش عليكم حسيت أن أنا ضغط شوية في السنتين دول بعد ما فسخت أول مر بس المصيبة أن خطيبي المراضي هو اللي كان بيهتم بزيادة كان عنده القدرة أنه يصهر يكلمني خمس ساعات من غير ما يزهق من الكلام والراغي لما اتتوب كتير وحس أني مش شايفة قدامي وأطلب منه أن احنا نقفل عشان ورانا بكرة شغل ونبقى نكمل كلامنا بعدين يزعل ويطقمس ويقول لي أنت مش مهتمة متخيلين؟ أنا بقى يتقلي أنت مش مهتمة وساعات تانية نعملي مفاجأة ويلاقي جابت أسكرتين سينما ويقول لي يالله نتغدى بره وندخل السينما لما قوله طب ما قلتش ليه ما الأول عشان أعمل حسابي يقول لي حبيت أعملها لك مفاجأة هو أنت ما فرحتيش ليه ممكن يتخانق معايا ويعملها زعلة كبيرة لو اعتذرت له وقلت له أنا مرتبطة بحاجة مهمة أو كنت مرتفقة مع ماما هنروح لمشوار يقول لي أنا ولا ماما ده مجنون ده ولا إيه أكيد ماما طب وفضل على نفس استوانة الاهتمام الاهتمام ما بيتطلبش وانت ما بتحبنيش ومخصمك وزعلان منك وحاجة كي جيتو خالص لحد ما زهيت وجبت آخرين قلت له شوف يا حبيبي انت فعلا أكبر مني بتمان سنين بس شكلك تصخط بس شكلك تصخط على كبر أو رجعت تاني لمرحلة سنوي شوف لك بنوتة كده بتكون لسا مخلصة إعدادي وعيش معها قصتك من البداية صدقني هتليه على بعض جدا إنما أنا لأ صارة كتير كتير اللي بتعمليه ده طب وماما يا صارة قالت لك يا بيرا وانت عندك 19 سنة قالت لك يا بيرا وانت عندك 19 سنة عملت المرة دي تعالوا نكمل المرة دي ماما كانت هتروح فيها كان ناقص والله تعمل سوان تحت البيت ونقف ناخد العزل بس بصراحة أخوي وإختي وقفوا جنبي وقالوا لها دي ربنا نجدها ده دماغه صغيرة قوي كان ممكن يعمل في بنتك حاجة بنتك بنتك ولا الجواز يا ماما وطبعا ماما ردت عليهم قالت لهم الجواز طبعا ماما صريحة بصراحة كلام ماما ديقني وأثر في نفسيتي تقولش أنا مولودة فوق دماغها لذا وبناء عليه قررت إني هأجل خطوة الارتباط حبة حلوين بالعند فيها وفعلا قعدت أربع سنين اتقدم لي فيها ناس كتير وأنا زي الصنم سبت على موقفي وعلى كلمة واحدة مغدوش يا ماما مغدوش يا ماما تخيلوا بقى المباراة الكوميدي اللي كانت بيني وبين ماما حاجة ولا الأفلام أقسم بالله لحد ما وقعت على بوزي في حب إياد خطيبة الثالث وإن شاء الله يبقى الأخير ونتجوز بعد ما تحلوا مشكلتي أنا وقيت باختصار في مرحلة صعبة جدا من الارتباط بسبب إني غرقت لشوشتي في حبه وبقيت المرة دي أنا اللي بهتمي بي بزيادة سبحان الله محدش يعايب على حاجة ويفضل يتريق عليها غير لما تلف الأيام لفتها ويلاقي نفسه بيعمل نفس الحاجة اللي كان بيتعايب عليها أو بيعايب حد عليها تخيلوا بقيت ببعت له رسائل على الماسنجر والواتساب كل خمس دقائق شي كلم حب وأغاني وكوميكس ومامز ونوكت وزعل قوي لو اتأخر في الرد علي حتى لو كان في الشغل بقيت أروح له شغله وأقول له يلا نخرج نتفسح أو أجيب له دي من غير مناسبة وازعل قوي لو قال لي يا حبيبتي أنت كده بتصرفي كتير جدا وفعلا صعبان علي أنك بترهقي نفسك ماديا وكفاية علي كلمة حلوة بدل من مصاريف دي كلها بدل ما استوعب كلامه اللي بابقى عارف بابقى عارف أنه عنده حقف لي بقلبها أمصة وزعل وأقول له خلاص أنا غلطانة خسارة فيك حبي وأسيبه وامشي لحد ما في مرة خفت لا يكون بيتأخر علي في الرد في الرسائل عشان بيكلم حد تاني قررت أعمل هاك على الواتساب بتاعه وفعلا قعدت أتشألب وعملت قردة بس ما عرفتش فقلت إيه أجرب في الماسنجر وفعلا عرفت أخمن باسوويد الفيسبوك بتاعه فتحت الأكاونت دخلت على الماسنجر شفته بيكلمين طلع مظلوم ومحترم وفعلا كلامه قليل مع الناس بس المصيبة إن جاله نوتيفكيشن إن الأكاونت بتاعه اتفتح من على جهاز تاني في منطقة السكن بتاعتي فجأة لقيته عندي في البيت وبيقولي هسألك سؤال واحد أنت اللي فتحت الفيسبوك بتاعي يا سارة أماسك موبايله ومورني الناتيفكيشن اللي جات له وقال لي أنت اللي عملتي كده زي الغبية تنحت وقعت بالثانية وقلت له أيوة أنا لإني كنت حاسة بالزنب لإني ظلمته وظنيت فيه بدل ما يقدر حبي ليه واهتمامي وصرحتي قلب علي وقال لي إحنا محتاجين نوقف كل حاجة وندرس الموضوع ده من الأول وجديد إحنا لسه على البر محتاجين ما نتصرعش بدل ما نتجوز ونخلي حياة بعض الجحيم وبقاله فترة مختفي ما بيرد شرع تليفوناتي نهائي مش عارفة وصله وطبعا أنت متخيلين لو حكيت لماما هتعمل فيه إيه بجد المرة دي لو خسرته مش هيبقى موضوعه وعدة زي الخطوب طين اللي فاته أنا فعلا بحبه جدا مش ممكن أتخيل حياتي من غيره وخايفة جدا ليس ابني وأخسر حب عمري قولولي أعمل إيه خلصت رسالة سار من أول مرة هبقى شايلة هم اتنين في قصة حقيقية هم سارة صاحبة القصة وهم مامتها بجد يا سارة مامتك صعبان علي يعني بتفكرني بكل أمهات مش أمي بس يعني الظاهر أن كل ما كانت الأم بتحب بنتها ونفسها تتطمن عليها تشوفها مع حد بنحلال كويس ويصنها كل ما شالتها أمها بزيادة وشالت مشاكل كتير قوي طب صارة بقى مشكلتها الحقيقية فين هل في إنها مش عارفة هي عايزة إيه يعني ساعات تهتم بزيادة وساعات تانية لما حد يهتم بيها زي ما كان بتتمنى تقوم تقلب الترابيزة وتتخنق من اهتمامه وأفعله ولا مشكلتها في إنها بترتبط وهي لسه مش نوجة كفاية ما عنداش نضج ومش عارفة يعني إرتباط وجواز ولا في بقى عندها غيرة مرضية وظهر الموضوع ده بزيادة بعد خطبتها الأخير طب هتتصرف إزاي مع خطبها بعد ما عارف إنها ادخلت وعملت حاك على الفيسبوك بتاعها عارف إنها عايزة ترقبه وبترقبه طب تفتكروا ممكن يسيبها رغم كل الحب اللي بتحبه وقاله ده طب المفروض بقى هي تتصرف إزاي دلوقتي عشان تلحق تنقذ الموقف طب لو أنقذته إزاي ممكن تعيش في سعادة وتبقى حياتها مستقرة ويبتعمل التصرفات دي هي التصرفات دي طبيعية ولا لا هو الاهتمام بيتطلب ولا ما بيتطلبش أسئلة كتير قوي قوي في حكايتك يا سارة